قام وفد فني من وزارة السياحة والأثار بزيارة إلى سويسرا خلال الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو 2022 وذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة لملف استرداد الأثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن تضمن برنامج الزيارة عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الفيدرالية السويسرية لبحث ملف استرداد الأثار المصرية المهربة وصبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإدجار غير المشروع بالأثار